اشتركوا في القناة فقه الثورة مع حذيف عكاش اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة الادلجة هذه الكلمة التي راجت كثيرا في الاوساط السياسية والفكرية فنعتت بها الفصائل ووسمت بها الثورات يراها بعضهم ضرورة لصلابة المقاتل وصموده ويراها بعضهم تقسيما لصف الثورة والمجتمع بينما يراها بعضهم عقيدة يراها بعضهم انقلابا على الدين واختزالا للدين هل نحن بحاجة الى افكار مقولبة ومحزبة لدعم الصمود هل هذا خاص بالتيارات الاسلامية ام ان هناك ادلجات اشد عنفا في التيارات الانفصالية والعلمانية ألم يكن اليساريون مؤدلجون ألم يكن الجيش الاحمر الياباني مؤدلجا أليست اسرائيل فكرة ايديولوجية لماذا ننتقد استيارات الاسلامية وحدها عند الادلجة ما هي الادلجة اصلا وما هي اثارها على الثورة السورية يسرنا ان يكون ضيفنا للحديث عن موضوع الثورة والاديولوجيا فضيلة الدكتور ايمان هاروش كاتب واكاديمي سوري مرحب بكم فضيل دكتور اهلا مرحبا رحياتكم الله السلام والحمد لله السلام الله يسميكم ومارك الله فيكم الله حسنا دكتور ايمان لو بدأنا ما معنى الايديولوجيا قبل ان تكلم عنها بسم الله الرحمن الرحيم باختصار شديد وبعدا عن التعقيدات الفلسفية لتفسير كلمة ايديولوجيا وغيرها هي جملة الافكار والمعتقدات التي يحملها مشروع ما في صراعه مع اي نظام او مشروع اخر هذه المجموعة الفكرية والموظومة القيمية التي يحملها هذا المشروع هي ما توصف باديولوجية هذا المشروع جميل فالاديولوجيا الثورية او الاديولوجات التي دخلت على الثورة نستطيع ان نصفها بان مجموعة القيم الفكرية والمعرفية لجماعة ما دخلت الثورة وحملت هذه المجموعة القيمية والنظم الفكرية فنسميها اديولوجية هذه الجماعة او عقيدة هذه الجماعة مجموعة افكار هذه الجماعة مجموعة أفكار هذه الجماعة منظومتها الفكرية منظومتها القيمية التي تؤمن بها والتي تريد من خلال الثورة أن تطبقها وأن تطرحها وأن استطاعت أيضا تريد أن تلبس الثورة لبوس هذه المنظومة القيمية بحيث تصور للعالم أن الثورة ما قامت إلا من أجل هذه المنظومة القيمية وأن من يخالف هذه المنظومة القيمية فإنه يخالف الثورة ويخالف أهداف الثورة هذا ما نعنيه نحن بالثورة والإيديولوجيات أليست ثورتنا ثورة كانت مؤدلجة إسلامية وخرجت منها المساجد؟ توصيف الثورة الإسلامية أمر مهم لأن الكثيرين يريدون أن يسحبوا هوية الثورة الحقيقية إلى طرف يضر بالثورة البعض يريد أن يسحب إلى ثورة خبز ولقم الجياع ومحاصصة سياسية كما يريد الغرب أن يفعلها الهدف من ذلك أن يقنعنا أن نقبل ببقاء بشر الأسد على أن نحاصصه في الحكم أو أن يعطينا تحسينات من المعيشة وهذا ليس صحيحا وليس صوابا وهذا ليس موجودا في الثورة ولذلك لا نخشى هذا التوصيف لأن الذين يسعون لهذا التوصيف ليسوا من الكيان الثوري وليسوا ممن هم يعارضون النظام في الداخل أو في الثورة بالمقابل هناك توصيف آخر أريد للثورة أن توصف به وهو أنها ثورة ذات إديولوجية معينة ذات طابع معين ثورة إسلامية ثورة ما قامت إلا من أجل الخلافة ما قامت إلا من أجل تحكيم فئة ما وهذه بطبيعتها لم تكن هوية الثورة الصحيحية من الذي يحدد هوية الثورة؟ ليس أي من هاروش من يحدد هوية الثورة وليس جماعة ما من يحدد هوية الثورة لنعود إلى الثورة عندما انطلقت في آذار 2011 ما هي دوافع الناس للثورة؟ لماذا قاموا على الثورة؟ ماذا رفعوا من الشعارات؟ اختصرها بكلمة الشعب يريد إسقاط النظام إذن نحن ثورة خرجنا على نظام نريد أن نسقطه لا نحمل أكثر من هذا البعد عندما قالوا مثلا حرية عندما قالوا مثلا يسقط الظلم عندما دفعهم إلى القيام بهذه الثورة أنهم عاشوا أربعين عاما أو خمسين عاما كما هو معروف بنظام سرق الشورى سرق الحريات مارس القمع مارس الظلم هل أطفال درعة خرجوا يوم خرجوا من أجل إوديولوجيا معينة وفكر معين؟ هل عندما خرج الشعب البسيط العامل والأستاذ والمصانع في مظاهرات شعبية خرجوا يحملونها فكرا معينا؟ أما قضيت أن المظاهرات في بدايتها قالت الله أكبر خرجت من المساجد صلوا جماعات هذه هوية الشعب هذه اسم الشعب دكتور ضد تسميتها ثورة إسلامية هي ثورة وطنية من أجل مبادئ الحرية والعدالة والكرامة هي ثورة شعبية قامت لإسقاط الظلم وتحقيق العدل دخل فيها إسلاميون ودخل فيها غير الإسلاميين القاسم المشتركان يجمع بينهم في بداية الثورة إسقاط الطاغية إسقاط الظلم إسقاط هذا النظام ثم بعد ذلك تحزل كل بعض على مشروعه وأقصي من لا يخالفه في هذا المشروع وحدثت اقتتالات ضمن أصحاب المشروع الواحد فتمزقت الثورة وفقدت هويتها الأساسية أو هويتها الأساسية هي أن ثورة شعبية خاضت فيها كل مكونات الشعب بل ربما اليوم في هذه اللحظة التي نتكلم فيها أكثر من يغيب عن الثورة هو من فجرها وأكثر من يتصدر إليها هو من جاء إليها وراكبها وامتطاها لتحقيق منظومته ومشروعه أين الذين في بداية الثورة خرجوا في المظاهرات وناضوا بإسقاط النظام وقتلوا واستشهدوا في الساحات العامة من كل الطوائف ومن كل التجاهات وأين الذين زجوا في السجون ودخلوا في المعتقلات أين هم اليوم من صناعة القرار الثوري؟ سواء السياسة من عسكري غيبوا وأصبحن يظهر على من يصنع القرار ومن يرى نفسه وصيا على الأمة هو من جاء بعد أن تفجرت الثورة وبعد أن سألت دماء أهلها وبعد أن زج بيصناعها في السجون جاء إليها ودخلها بمنظومته وديولوجيته ليقول هذه الثورة إلى من تشيرون بهذه الإشارة دكتور؟ أشير إلى عدة مشاريع أو عدة إديولوجيات دخلت في الثورة أول إديولوجيا دخلت أو أول مشروع قيم هو المشروع الإسلامي أو الإسلاميين من يسمون بالإسلاميين وحتى لا يقول البعض يعني شونتي علماني لا لا أقصد هذا الكلام إنما أقصد أنني أحمل هوية لا شك وأحمل مشروعا لا شك ولكن لا أريد أن أجعل من ثورة الشعب المظلوم مطية لتحقيق مشروعي الذي ما قامت الثورة من إجليه دكتور إيمان أنت إسلامي؟ مسلم أما كلمة إسلامي هذه يعني بمعنى الحركة وذو جماعة لكن إن كان يقصد بكلمة الإسلامي يسعى لأن يعيش في ظل الإسلام أظن كلتنا إسلاميين ما أحد يخالف في هذه الحقيقة ورغم هذا تعارض أن توصم أو تصبغ الثورة بثورة إسلامية أعارض أن تكون أن الثورة ذات مشروع إسلامي قامت لبعد إقامة خلافة أو إقامة غير ذلك لأن هذا سيأتينا على ثمرات لسنا الآن قادرين على تحملها ستجعلنا نقوم بتبعات بتكاليف لا يتحمل هذا الشعب ولذلك من الضرور أن نفهم هذه النقطة لأن لو نادينا بمشاريع خاصة أو بمشاريع أجمعينا سيكلف ذلك الشعب تبعاته لا يستطيع تحملها لا يستطيع القيام بها ولعلنا نأتي عليه دكتور إيمان ما هي أنواع المشاريع الأيديولوجية ومتى دخلت على الثورة السورية؟ أول مشروع دخل هو مشروع إسلامي وبالمناسبة ليست كل المشاريع الإسلامي مخالفي لطبيعة الثورة هناك مشاريع إسلامي دخلت فيما بعد هي مشاريع تريد سارت مع هوية الثورة الأولى قلنا أن الشعب هوي إسلامي خارج من مساجد قال الله أكبر لكن هذه الهوية هوية الشعب هناك أو ناس دخلوا وأظن نفسي منهم دخلت في هذا الثورة أحمل هويتي وأحمل هوية شعبي لا أقبل أحد أن يفرض علي مثلا ما يخارف هويتي ما يجعلني أنسلخ عن أمتي ما يجعلني أنسلخ عن تاريخي الفكري وتاريخ الديني والثقافة الإسلامية هذه هوية الشعب دخلت بعض فيها لكن هذه لم تشكل ضرر وسنشير إليه فيما بعد لم تشكل ضرر لأنه منسجمة مع هوية من خرجوا في الثورة حتى بالمناسبة عندما نشير وين خرجنا قليلا عن السؤال عندما نشير إلى الهوية الإسلامية ففي سوريا في بلاد الشام الهوية الإسلامية نعني بها تراكم الثقافات والأفكار والتربيات التي عاش علي الشاميون ويدخلوا فيها بعض من ليسوا من المسلمين التقيت بكثير من المسيحيين معنا في بعض المحافل في الثورة فكان يقول أنا مسيحي لكنني ثقافي مسلم بالثقافة مسلم بالهوية هذه الهوية الأولى هي هوية الشعب خرج بها دخلت بعض المشاريع وتحديدا بعض الافراج عن أخوتنا من صيدنايا من سجون صيدنايا لأن سجن صيدنايا كان فيه من جميع التيارات والنموذجات الفكرية الإسلامية من أقصى اليمين تكفيريين إلى أقصى اليسار الإسلاميين يعني الذين كانوا يعارضون الحكم ويؤمنون بوسائل المعاصرة لكن لمعارض الحكم زجوا بهم فعندما هذه خرجت الأزمات من صيدنايا وربما كان الخروج من صيدنايا مقصودا للنظام أنه كان يريد أن يخرج هؤلاء ليجعلها ثورة مسلحة لأن النظام في بداية أزعجته السلمية للثورة فأراد أن يقول هي ثورة جماعات وليس ثورة شعب عندما خرجوا لم تكن الثورة دخلت بالسلاح مرحلة التسليح كانت مرحلة في بداية أولا لم تصل لهذه لكن عندما خرجوا في بدايتها أنا كنت خارج البيض لا أدري نعم تحديدا كان الخروج بشهر التاسع والعاشر 2011 كان عبارة عن ناس مسلحين لحماية الثورات تزامنت بعى تشكيل نواة الجيش الحر مع حسين هرموش رحمه الله إن كان ميتا وفك أسر وإن كان أحيا ثم اندخلت بعد أخر صيدنايا لا نقول صيدنايا على سبيل الانتقاص فهم إخوتنا ويعني نعتزل كثير منهم ولكن خرجوا مباشرة وأدخلوا أن الثورة هذه قامت من أجل تحرير القدس قامت من أجل تحكيم شرع الله نصبوا حواجز بينهم وبين غيرهم من أهل الثورة أنت جيش حر أنا إسلامي على مكراي عمية عالميا بغن التمايز عنك بدأ التمايز في المشروع من هذه اللحظات دخل هذا المشروع دخلت كلمات التكفير دخلت تمييز ضمن الجسد الثوري الواحد وكأن الهدف من الثورة قولوا الأمريكا قبريك بسوريا إحنا ما قمنا نحارب أمريكا عفونا ممكن تعيد الجملة النشيد التي درجت مع خروج هؤلاء بعدها قولوا الأمريكا قبريك بسوريا قبرك في سوريا قولوا الأمريكا قبرك بسوريا ما خرجت الثورة السورية لكي تدمر أمريكا ولا حتى خرجنا لكي نحرر القدس وحتى لا يثمن بعض هذا الكلام أن نتخلع القدس القدس قضية عالمية قضية إسلامية هل يتحملها الشعب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه حتى هم قيادات الفلسطينية الوطنية المخلصة قالوا لا تتكلموا بالقدس دعوا القدس تحرير القدس يمر بعد تحرير سوريا فدخلت هذه الكلمات نقاتل هنا وعيوننا على الأقصى أو نريد أن نحارب أمريكا أو نريد إقامة الخلافة الإسلامية من هذا الشعب المسكين بدأت هذه المشاريع تطرح وتزج بنفسها على أنها هي الثورة وعلى أن من لا يثور بهذه المنظومة إما خائن إما عميل مصطلح مميعة وصحوات ما كان دارج لكن كان دارج أنه ليس ثوري هذا أول مشروع دخل ثم هذا المشروع نفسه مر بمراحل منهم من أحدث مراجعات وتغييرات واصطدم بصخرة الواقع صخرة الواقع هي التي تنطح الرأس فتخرج منه الأفكار المغلوطة يعني كما كنا نقول قبل قليل الأفكار المتصلبة في الرأس لا تخرجها الأفكار وإنما تخرجها الصخرة تضرب دماغه قولت أخوانا المصريين فتحدث هزة عنيفة اصطدموا بصخرة الواقع وهم موجود فأحدثوا تغييرات ومراجعات وكان هذا متمثلا بتيار حرار الشام وبمراجعاتهم التي أحدثوها وقدموا مشروع أمة من أفضل وخيرة ما وصلوا إليه والميثاق الثوري الذي أحدثوه فيما بعد وماتوا على هذا المشروع وتابع غيرهم مشروع أمة كان ومحولوا من مشروع أمة إلى ثورة شعب صح ثورة شعب بعد مقتل القاضي استشهادهم واندماج المحرار مع صقور الشام صار ثورة شعب عندما مات القادة كان مشروع أمة بهذا المشروع أمة تابع غيرهم على مسيرة المزايدات والغلوفة جاءتنا داعش وتصلبت في رأيها وأصبحت عندنا مشاريع هذه الأديولوجيات التي دخلت مزقت هناك أديولوجيات أخرى دخلت على الساحة الأديولوجيات الأنفصالية مثلا ثار الأكراد والأكراد الشعب الكردي أو آسف ليست كلمة شعب لأن الكلمة الشعب تعني غير أنه يقول مثلا الأكراد نحن شعب واحد في سوريا عربا وأكراد وغير ذلك لكن الأخوة الأكراد في بداية الثورة معنا في الثورة وقاموا طالبوا بالحرية وبإسقاط النظام وعندنا المبررات واحدة ظلموا كما ظلمنا ونذكر مشعل تم والغير من الأكراد لكن أيضا هم في مجتمعاتهم دخلت إديولوجيات معينة فسرقت الأكراد من الثورة دخل مشاريع الانفصالية للبي كي كي والبي آي دي التي تريد أن تقيم دولة كردية هل قامت الثورة عند الأخوة الأكراد على بشار الأسد من أجل إقامة دولة كردية؟ هذه نقطة مهمة نأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا للمتابعة هذا الحوار أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين نعود أن نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور أيمن هاروش حول موضوع الثورة والآيديولوجيا دكتور أيمن قبل الفاصل كنتم تكلمون عن المشارية وذكرتم مشروع الإسلامي ثم تكلمتم عن مشروع الكردي نعم يعني هذان المشروعان الذين دخلوا جسد الثورة فكما سرق البي آي دي والبي كي كي شعبية الثورة من الشعب الكردي وجاء بمشروع يخيل إلى الناس اليوم أن الأكراد يريدون من الثورة الانفصال وهذا يوافق فئة من الناس امتطوا الثورة عند الأخوة الأكراد كذلك هناك من امتطى الثورة عندنا نحن في الجانب الآخر ويخيل إلى الناس أن الثورة من أجل ذلك وهي أن أقصد هنا المشاريع الإديولوجية الإسلامية التي تسعى إلى خلافة وإلى تحرير القدس وإلى غير ذلك من وراء الثورة السورية وهذا أضر به وهذا أضر بها هذان المشروعان كان رأس الحرب المدمران أقصد هناك كما ذكرت سابقا أن بعض هؤلاء الإسلاميين هم يحملون هوية الشعب وموجودون في الثورة ويقاتلون مجدد إسقاط النظام وإقامة دولة حرية وعدل بهوية الشعب الثائر وفطرته كما تناسب معها يسأل البعض هل هناك مشروع علماني دخل أو البعض الآخر يريد أن يروج أن هناك مشروعا علمانيا في جسد الثورة أيضا دخل لعل يكون منصفا وشفافا في هذه النقطة في الجانب العسكري نرجو أن تكون شفاف في كل النقاط نعم في الجانب العسكري والفصائل المقاتلة أدين إلى الله عز وجل وأشهد بما أعلم لم أرى فصيلا في سوريا يقاتل من أجل إقامة دولة علمانية وليسجلوها علي وليحاسبون عليها لم أرى فصيلا في سوريا يقاتل من أجل إقامة دولة علمانية حتى فصائل الموك أو الموم التي يعتبرون أن البعض يسميها مطيلة الغرب هم يتلقون الدعم من أجل إسقاط بشار وما سمعت من أحد منهم ولا أحدا صرح بأنه بعض النظام سيقيم دولي ويقصي الإسلام ويحارب إسلام عندما نقول علمانيا أن العلمانيين التي تقصي الإسلام تحاربون لم أرجل لم أجد هذا في الشق السياسي كما أن الكثير من الإسلاميين المؤدلجين الذين دخلوا الثورة ومتطوها نعم دخل في الشق السياسي بعض العلمانيين الذين لم يكن لهم حظ في الثورة من بدايتها وأرادوا إدخال مشروع علماني لكن هؤلاء في الآن ليسوا خطرا على الثورة ولا نخشى منهم لأنه ليس لهم وجود في الداخل نحن نتحدث عن المشاريع التي أضرت بجسد الثورة في داخله التي أضرت ضمن البينون الداخلية عندنا في الداخل وأخرت الثورة ومزقت أبنائها هؤلاء ليس لهم وجود يمكن لهؤلاء ربما أقول يكونوا عثرة فيما بعد أو نتضم معهم فيما بعد ويمكن أن نجد حلاً لهم فيما بعد أما في المشاريع الداخلية فليس للصبغة العلمانية الموجودة وإذا وصم البعض بأنه علماني أقصد من الفصائل المسلحة وتم تصفيته أو تم سرقة سلاحه وتم إخراجه فهذه ذرائع ليس لها أساس من الصحة كان يمكن أن تصدق لو تمت المناظرات والمحاورات والمحاكمات كما فعلوا اليوم مع خوار الجند الأقصى نظروا خرجوا لهم بمناظرات على تكفيرهم وقاموا الحجة عليهم ثم طلبهم لمحكمة شرعية وبعد ذلك بدأوا بإقصائهم لماذا المناظرات والمحاورات والمحاكمات تفعل مع الخوارج ولا يفعل هذا مع الجيش الحر الذي أقصي من سوريا بحجة أنه علماني أو يريد تطبيق مشروع علماني أو أنه كما يسمونه وآسف على هذه التسمية حذاء لدول فلاني معينة ناظروهم حاوروهم بينوا لهم خطأهم أطلبوهم لمحكمة تقضي بينكم بل الذي نشهد إلى الله عز وجل به أن الفريق الآخر من الجيش الحر الذين هجروا من أول قضية مع جمهر ثوار سوريا إلى آخر قضية مع صقور الذي كان يطلب المناظرة ويطلب المحاورة ويطلب المحاكمة الجيش الحر والذين أخرجوهم بهذه الذريعة ما نزلوا لا عند محكمة ولا عند مناظرة ولا عند محاورة أبدا فهذه التهمة التي ألصقت عارية عن الصحة فلو عد لحديثنا وإن صدرنا قليلا هذه المشاريع الأوديولوجية التي دخلت إلى الثورة وربما هناك آخر لا أعرفه لكن هذا الذي استقرأته من الواقع المشاريع الإسلامية والمشاريع الانفصالية جميل المشاريع الإسلامية سيدي كلها سواء أم هناك مشاريع معتدلة قابلة للتطبيق؟ أكيد المدارس الإسلامية متنوعة المعاصرة فيها من أقصى اليمين إلى غيرها وكل هذه المدارس الإسلامية دخلت في الثورة لكن هناك من دخل كما قلت يحمل مشروعه العالمي الذي لا تحتميله الثورة قلنا اتفقنا على المبدأ أن الثورة تريد أن تقصي الظلم تريد أن تحطي نظام الاستبداد والقهر تريد أن تقيم دولة العدل دولة الحق بالآليات الممكنة وليس بالآليات التي نؤمن بها وهذه نقطة مهمة قد تكون هناك آليات نؤمن بها أنها الأفضل لتحقيق العدل ولكن لا نستطيع تطبيقها لسببنا ولآخر فنستطيع أن نصل إلى مستوى من العدل بالآليات الممكنة وهذه جدليهم بغي أن تكون معروفة فهناك المدارس الإسلامية كثيرة ودخلت فيها في الثورة هناك من التوجهات أو المشاريع الإسلامية التي يحتملها جسد الثورة أو بمعنى أدق تتنماها وتتناغم مع روح الثورة ومع هوية إسقاط النظام إقامة الحق والعدل ثورة لكل الشعب كل الناس في هذا البلد أخوة مثلا مواطنون لا نريد ظلم أحد لا نريد أن نمارس الظلم الذي يمورس علينا على أحدا من الشعر وهذا موجود وإلى الآن ويتماشى معه الذي نعني أنه أخر الثورة هو المشروع الإسلامي أو جزء من الإسلاميين الذين دخلوا بأفكار لا تعبر عن روح الثورة وتكلف أكثر من طاقتها مشروع الذي بدأ مع الدخل إلينا بالقاعدة ثم داعش ثم جفة النصر وفتع الشامل وغير ذلك والآن البكاسي منهم يعودوا إلى رشده وصحى بعد خمس سنوات ومع ذلك نحن نرحب بهذه العودة على أن تعتبر هناك أخطاء تروجع عنها المشروع الممكن سيدي ماذا تقصدون به؟ أقصد أن إسقاط النظام إسقاط الظلم إسقاط الاستبداد إقامة الحق والعدل أليست هذه مقاصد شرعية إسلامية؟ طبعا وهي بالمقابل مقاصد يتفق عليه العقلاء هذه المقاصد قد يسعى إليها البعض بآلياته التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وقد نسعى نحن إليها بآلياتنا التي توافق مع الشريعة الإسلامية فنحن عندما نريد تحقيق العدل تحقيق الحرية للناس إسقاط الظلم إسقاط الاستبداد تحقيق المعاش والدنيا النزيهة والشريفة بآلياتنا بهويتنا الإسلامية هذا المشروع الذي يعني وهذا الذي أظن أنه يمثل روح الثورة الذين خرجوا بها تماما سيدي الفضيل الدكتور ماذا تقترح للخروج من هذه الأزمة؟ الآن صورت لنا الأزمة أن الأيديولوجيا دخلت وشوهت الثورة وحرفتها عن مقصدها الأول ما هو الحل للخروج من هذه الأزمة؟ الحل حتى نخرج من هذه الأزمة ولعل البعض علي أن يتذكر الآثار التي جالبتها علينا حتى يقتنع بالحل الحل هو أن نحمل هوية الثورة الأولى هل الثورة قامت لتحرير القدس؟ هل الثورة قامت لإقامة خلافة؟ هل الثورة قامت لكي نعادي الطوائف الموجودة عندنا في البلد ونجعلهم مواطنين درجة ثانية ونفرض أنفسنا أوصياء على هذه الأمة؟ هذا كله ليس فيه فنعود بالثورة إلى هويته الأولى ورجد أول إسقاط النظام إسقاط الظلم تحقيق العدل والأمان تحقيق الخير والفضيلة للناس المشاركة مع باقي هذا الشعب في إدارة الدولة وفي حكمها هذه العودة الأولى وعدم استعداء العالم وعدم عولمة الثورة هذه إذا روعية حملت من جديد فإنها تعود بالثورة إلى نقطة الصواب وهناك مراجعات حدثت يعني لنكون صريحي مثلا حرار الشام أحدثوا مراجعات وعادوا من الـ 2013 إلى مشروع أمة رغم أنهم في البداية كانوا كغيرهم بالـ 2016 حتى اقتنع البعض وفك الارتباط في القاعدة والآن تحدث مراجعات نسمع بخطاب الثورة سورية حق وعدل معنا هذه كانت مناطات كثر مناطات ردة نحن نرحب بهذا ويسر صدرنا له وأقسم بالله ويمينا أننا نسعد عندما نرى مثل هذه الخطابات ولكن على أن تكون هذه الخطابات أنها مرحلة ترشد وتصحيح مسار وليست كنا على صواب يوم حاربنا هؤلاء واليحن اليوم على صواب عندما عدنا إليها هذه نظرية استعلاء وكبر فالمطلوب الآن ولسيما من أصحاب الشوكة وحمد المشاريع أن يعود إلى هوية الثورة أولى لكي نستطيع أن نتابع وننجز وننتهي من الظلم ولا نستعد العالم ونتخلص من الآثار التي ابتلين بها نتيجة هذه الإيديولوجيات التي حملناها جميل فضيل الدكتور يعني تقييمكم الآن للثورة تقييمة للثورة أنها في أسوأ مراحلها بسبب هذه الصراعات مثلا على سبيل المثال الاقتتال الداخلي أليس هو نتيجة الإيديولوجيات التي دخلت هذا يرى أن الثورة ينبغي أن تكون بهذا اللون ومن لم يحملوا مرتد صح وجيه علمان إلى ذلك فتم الاقتتال هذا يحملوا باللون فيرى غيره خال هذا الاقتتال الداخلي كان أثرا ابتلين به ولا نازل إلى الآن قضية التخوين وقضية الإقصاء قضية محاربة العالم لنا نحن خسرنا أصدقاء كسر إن لم يكنوا أصدقاء على الأقل لن يكونوا أعداء يومها صحيح لم يكنوا أعداء فاستعديناهم وحملناهم قدمنا لهم ذرائع لقصفنا وضربنا حتى على مستوى الثورة خسرنا أصدقاء ضمن الجسد الثوري خرجوا معنا يوما في المظاهرات فلما رأوا شعارات الأدلجة ستحاربهم وستقصيهم ركنوا إلى النظام وقالوا فالثورة الآن كلما أوغلت الأديولوجيا فيها كلما وصلنا إلى مرحلة سيوان أزعم أن اليوم نحن في أسوأ مراحلها بسبب توغل العقيدة الأديولوجية هذه من داعش في أقصى الشرق التي استولت على منطقة وكفرت إلى اليوم في إدلب التي آخر معاقل الثورة يريد أن تصبغ بلون واحد ما أريكم إلا ما أرى سياسة فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد إن كنتم معي أنتم السوار وما عداه خيانة عمالة بيع للثورة إلى غير ذلك فنحن في أسوأ المراحل والمطلوب من البقية الباقية التي لا تزال تحمل هوية الثورة وتحمل مبادئة الأولى أن تتكاتف مع بعضها لتنقذ الثورة ممن يسرقها بمشاريعه ويدمرها بمشاريعه أن يشكل جسداً واحداً يعبر عن روح الثورة الأولى نحن نريد إسقاط النظام ونخلص من هذا الطاغي الظالم نريد أن نحقق عدل بالمتاح بالممكن ونحاول الفريق الآخر لكي يكون معنا ونأمل به الخير وفيه كثير من العقلاء نعول عليهم ورأينا منه أيضاً بعض المراجعات وإن جاءت متآخرة لعلنا نتوصل معاً إلى مشروعنا الواحد الثوري الذي يقرأ الممكن والذي يتعامل مع المستطاع لكي نحقق ثورتنا بنجاحه أما إذا بقينا بإديولوجيات عابرة للقارات أهداف عابرة للشعب السوري نريد أن نصلي في القدس وأنا اليوم أنا قد نصلي في جامح حارتي مثلاً يعني نريد أن نعادي العالم وأنا لا أستطيع أن أدمر نظامي فبذلك نحن نعجل في وفاة ثورتنا طفل صغير أمره عشر سنوات تريد أن تحمله 200 كيلو و300 كيلو ستقتله وستدمره طفل يشرب الحليب تريد أن تطعمه الكباب واللحم مع أنه من الطيبات ستريته فعلينا أن نعطي لكل جسد جرعته وما يتحمله عندما نخالف بعض الأفكار ليس لعدم إيماننا بها بل ربما نكون نحن من أكثر المؤمنين بها ومن أكثر الذين ندين الله بها ولكن فرق بين ما أريده وبين ما يسمح لوقع به بينما هذه المرحلة تقتضي تطبيقه وبينما المرحلة الأخرى لا تقتضي تطبيقه هذا المشروع الذي إذا استطعنا أن نصل عليه وننضجه نسير بسورتنا نخلصها من الأمراض وتتعافى وتتابع مسيرها إلى النجاح والفوز إن شاء الله تعالى إن شاء الله لكن كثيرون يحملون روح السورة وحتى الفريق الآخر الذي أحيانا لهجتنا الآن تقص عليه ما زال عندي أن الكثير فيه من العقلاء الذين ليس بيدهم الأمر لأن الأمر بيد من يريد أن يحرف السورة لكن أولئك العقلاء لو شاركون الرأي واستطاعوا أن يؤثروا وبإمكانهم أن يفعلوا سيكونون شركاء معنا إن شاء الله لعادة الثورة إلى روحها بإذن الله في نهاية هذا اللقاء أشكركم فضيل الدكتور إيمان هاروش الباحث والأكاديمي السوري على تحتها الله يزال فيك سلامكم الله وأنتم أعزائي نشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة